أولا حاب أشكر الله ثم القائمين على هذا البرنامج اللي أتاحه لنا الفرصة أن نجي للجامعة ونشوف كيف طلاب الجامعة والبيئة الجامعية ثانيا وحدة هندسة ميكانيكية لأن أنا من الصغر عندي هواية في الكهرباء والميكانيكا تحديدا ودخلت تخصص بالهندسة لأن أخواني كلهم مهندسين فعشان كذا حبيت المجال تعلمت طريقة الميكانيكية الحريرية وطريقة التحول من الكهرباء الحركية إلى الكهربائية كيف ننقل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية وكيف نستعملها لإفادة الوطن نعم كان برنامج مهندس المستقبل ولكن كان أونلاين عشان كذا دخلت الحضوري عشان طعم الحضوري يكون مختلف تعلمت كيف تكون مهندس كيف طريقة تفكير مهندسين كيف تكتسب المعلومات وطريقة الأنصات لأنه كان فيه برامج أو وحدات إضافية اللي هي المهارات الحياتية المخطط المستقبلين أتم المرحلة الثانوية وأجيب النسبة المطلوبة لأكمل الهندسة الميكانيكية ممكن يكون خارج الوطن أو مع الرؤية أن تكون فيه جامعات متخصصة في الهندسة الميكانيكية والبكالوريس وأكمل الماستر أبي أكون متخصص في الكهرباء والميكانيكة والتحويل الطاقات أنفيد وطننا وخصصاً أن عندنا مدن نيوم اللي قادة ولي الأمير محمد بن سلمان قادي صنعه ودنا أنفيد وطننا